انا هقولك على حاجة حاجة غريبة جدا علشان يعني تؤكد ما انا بقولك المعلق مش مسخبي المعلق شغله بين على الهواء انا في مباراة في للنادي الاهلي كان امام عشور لسه نازل كان بديل كان يعني هينزل كأحد التبديلات ونزل نزل مثلا هنقول انا مش متذكر الدقيقة بالضبط بس مثلا هنقول نزل في الديئة 70 فجه اول كرة لامام في الديئة 71 وانا اللي بعلق فقلت ايه قلت امام عشور لعيب ممتميز ولعيب قوي جدا ومقدم مستويات جمدة جدا 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 مع النادي الاهلي حد هيقول لي ازاي ده لسه نازل ده انا في نفس الجملة ده لسه نازل انا بتكلم على مستوى خلال اللقاءات اللي فاتت ايوه اتخذت جملة امام عشور لعيب جامد ومجايبين الدقيقة انه هو نزل في الديئة 70 وانا قلت الكلام ده في الديئة 71 وقالك شفت المعلق يا دوب لسه نازل من دقيقة وبيقول امام عشور لعيب جامد هو لسه عمل حاجة دي اول كرة المسي وقطع الجزء الباقي حضرتك لظروف حياتية لظروف شغلك لظروف الاسرة ما تفرجتش اتفرجت على المقطع ده هتقول المعلق ده ايه مش كده يبقى المعلق دوت صح يبقى ده كده يعني كده انحياذ مش انحياذ ده كده يعني كلمة ما اعرفش نقولها علشان علشان الناس صح كده ما يصحش لكن وهكذا وهكذا وخبال حضرتك انا واحد صديقي هو اللي الهالي قال لي تخيل ان فيه معلق عمل كذا 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 هو ما اعرفش ان انا فقلت له ده انا انا اللي قلت كده بس هو اطع الجزء انت ما كملتش باقي الجملة على غرار ولا تقربه ولا تقربه الصلاة طيب